ترجمة نانسي قنقر للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندربرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة السرية منذ تجديدها لشهرين إضافيين مطلع يونيو الماضي وذلك تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن عبر تسوية سلمية شاملة داعية إلى فتح طريق تعز لتسهيل تنقل آلاف المدنيين على هذا المعبر الحيوي وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يصم نجاح الحدنة الإنسانية في إنهاء الحرب ودعم جهود التواصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الوحدة والأمن والسلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر